في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأنعام وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إلى آخر الآية الكريمة وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ما هو الطائر لون من ألوان الدواب ولكن هنا في هذه الآية جاء المصطلح مستعملاً في الحيوانات من غير الطيور وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الحديث ليس عن بني البشر لأن الخطابة لبني البشر إلا أمم أمثالكم فالخطاب هنا لبني البشر والحديث عن دواب الأرض باستثناء الطيور لأن الحديث عن الطيور جاء بشكل منفصل وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فهنا استعمل هذا المصطلح في الحيوانات على وجه الأرض من دون الطيور وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ قَطْعًا الحيوانات البحرية داخلة في هذا التعبير أصلا الحيوانات البحرية هي أعظم وأعجب وأكثر عددا وأكثر أنواعا من الحيوانات التي تعيش على التراب لبديحة واضحة فمساحة المياه أكبر من مساحة اليابسة أتحدث عن الأرض التي نعيش عليها أتحدث عن هذا الكوكب وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ فليس الحديث هنا عن الأسود مثلا أو عن النمور فقط وإنما عن كل الحيوانات وأكثر الحيوانات في البحار وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فالآية هنا تتحدث عن الحيوانات كلها عن الحيوانات على اليابسة وعن الحيوانات في المياه باستثناء الطيور باستثناء الطيور التي تطير هناك طيور لا تطير فهي داخلة في عنوان الدواب هنا لأن الآية قالت ولا طائر يطير بجناحي فمصطلح الدابة هنا هو عنوان لكل الحيوانات البرية والحيوانات البحرية وحتى للطيور التي لا تطير بجناحيها وإنما تتحرك على الأرض فهناك طيور لكنها لا تطير تتحرك على الأرض وتمشي وتسير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إذن دابة الأرض في سورة النمر علي في أحسن صورة من صوره يتجلى ما بعد مرحلة الرجعة العظيمة ودابة الأرض في سورة سبع إنها الأرضة التي أكلت من سأة سليمان النبي لما قضى الله عليه الموت والدابة هنا في سورة الأنعام في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة إطلاق على كل الحيوانات البرية والبحرية وحتى على الطيور التي لا تطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلى آخر الآية الكريمة من سورة الأنعام إلى سورة الحج وإلى الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلى آخر الآية والدواب هنا عنوان حتى للطيور التي تطير بأجنحتها فالعنوان هنا أطلق على كل الدواب على الحيوانات البرية والبحرية وعلى الطيور التي لا تطير بأجنحتها وعلى الطيور التي تطير بأجنحتها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير من الناس الدواب كلها تسجد لله الحديث عن الحيوانات البرية والبحرية وعن الطيور التي لا تطير بأجنحتها وهي قليلة وعن الطيور التي تطير بأجنحتها وهي كثيرة وهي الطيور الأكثر ومن سورة الحج إلى سورة فاطر الآية السابعة والعشرون بعد البسملة والتي بعدها أيضا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسوت غرابي بسوت إشارة إلى شدة السوات جبال غرابي بسوت صخورها سوداء هذا هو المراد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسوت ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس الآدميون والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك فهنا أطلق العنوان على الحيوانات باستثناء الأنعام من مراد من الأنعام إنها الحيوانات الأهلية التي يتنعم الناس بفائدتها الحيوانات التي يتنعم الناس بفائدتها وهي الحيوانات الأهلية لا يقصد من الأنعام هنا ما هو معروف في باب الزكاة زكاة الأنعام والمراد من الأنعام في زكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم الغنم مع الماعز والبقر مع الجاموس فالجاموس بقر والماعز غنم أيضا تحت هذا العنوان الماعز والغنم والضأن والإبل بأنواعها والأبقار تلك هي أنعام الزكاة الحديث هنا ليس عن أنعام الزكاة وإنما الحديث عن الحيوانات التي يتنعم الإنسان في حياته بفوائدها إنها الخيل البغال الحمير الإبل بأنواعها البقر الجاموس الأغنام الماعز الماعز سائر الحيوانات الأهلية التي يتنعم الإنسان بمنافعها وبفوائدها في حياته اليومية في سفره وفي حضره الدواب هنا أطلق على غير هذه الحيوانات من الحيوانات البرية ما كان منها أهليا أو ما كان منها وحشيا فبعض الحيوانات البرية قد يطوع فيتحول إلى حيوان أهلي أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل إنني أريد أن أصل إلى جهة مهمة كل هذا الذي أقوله مقدمات فهنا مصطلح الدواب أطلق على الحيوانات عموما من حيوانات البر ومن حيوانات البحر وعلى الطيور بكل أشكالها التي تطير والتي لا تطير باستثناء الأنعام الحيوانات الأهلية التي يتنعم الإنسان بفوائدها ومنافعها في حياته اليومية في سفره وحضره في حربه وفي سلمه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أنا لست بصدد تفسير الآيات هذه وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فقط مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من أن مصطلح الدابة مصطلح متحرك من سورة فاطر سأذهب بكم إلى سورة النور في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة والله خلق كل دابة من ما العنوان هنا ينطبق على الآدميين وعلى غيرهم فالآدمي دابة أيضا له دبيب على الأرض وهو مخلوق من الماء أيضا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين الذي يمشي على رجلين هو الآدم هو الإنسان ومنهم من يمشي على أربع لا أريد أن أدخل في تفاصيل الآية لكنني لا بد أن ألفت أنظاركم إلى أن الآية استعملت من من فمن من يمشي على بطنه من في لغة العرب وفي الاستعمال القرآن تستعمل للعاقل فهل فهل هناك من دابة عاقلة تمشي على بطنها فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هذه الآية إن أريد منها دواب العرض فإن الآية ما أشارت إلى الأرض والله خلق كل دابة من ماء ليس هناك من حديث عن الأرض هذا الكلام ينطبق على الأرض وعلى غير الأرض على هذا الكوكب وعلى الكواكب الأخرى لأن الآية لم تتحدث عن الأرض والله خلق كل داب من ماء ثم قالت الآية فمنهم من يمشي على بطنه من في أصل التعبير تعبير عن العاقل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين هذه تنطبق على الإنسان وتنطبق على الطيور أيضا الطيور لها خصوصية لها خصوصية من حيث خلقتها فهذا أمر واضح ولها ولها خصوصية في الذكر القرآني سأشير إلى هذا الموضوع إجمالا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ورد في رواياتنا من أن الذي يمشي على بطنه الحيات ويمشي على رجلين الإنسان ويمشي على أربع إنها البهائم بكل أشكالها لكن الذي ورد في الروايات إنما هو مصاديق إذا كانت الآية تتحدث عن الأرض والله خلق كل دابة من ماء الحديث عن دواب بالأرض فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع لماذا جاء استعمال من هنا التي هي للعاقل لأن الآية تتحدث عن بني البشر وتكريم وتكريم لبني البشر جاء هذا التعبير عن الحيوانات غير العاقلة إكراما لها لأنها ذكرت بجنب هذا الكائن المكرم إذا كان الحديث عن دواب الأرض فقط أما إذا كان الحديث عن دواب الأرض وعن دواب الكواكب الأخرى فإن الكلام سيكون مختلفا فهناك كائنات عاقلة لكنها لا تمشي على رجلين وإنما يمكن أن يكون مشيها على بطنها أو على أربع نحن لا نملك علما عن المخلوقات الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الكون الفسيح الروايات حدثتنا عن مخلوقات كانت تعيش على الأرض قبلنا قبل أبينا آدم عاشت عاشت الجن على الأرض والجن لها مواصفاتها يختلفون عن البشر قد يشبهون البشر في بعض الأمور لكنهم يختلفون عن البشر في أمور كثيرة وقبل وقبل الجن حدثتنا الروايات عن النسناس والنسناس خلق فيه شبه من الإنسان لكنه يمشي على رجل واحد ويملك يدا واحد ويملك عينا واحد هذه مخلوقات بحسب الروايات والأحاديث أنا لا أتحدث هنا بلسان الأحفوريات وبلسان الجيولوجيا وبلسان علم الآثار وبلسان علوم الحياة أنا لا أتحدث بهذا اللسان أنا أخبركم بما جاء في الروايات والأحاديث لست بصدد المواءمة بينما وصل إليه العلم الحديث من اكتشافات وبين ما جاء في نصوصنا الدينية لست بصدد المواءمة هنا أنا أحدثكم بما جاء في نصوصنا الدينية في ثقافة العترة الطاهرة لذا لا تخلط بين هذا وهذا ما ما تحدث عنه العلم المعاصر في اكتشافاته له مجاله وما تحدثت عنه النصوص الدينية في ثقافة العترة الطاهرة له مجاله أيضا وليس هناك من تعارض فالعلم ناظر إلى حيثية معينة والنصوص الدينية ناظرة إلى حيثية معينة أخرى لا أريد الخوض في هذه القضية عنواننا الأصل المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذا هو الذي جرني للخوض في هذه التفاصيل القرآنية فنحن لا نملك علما عن أوصاف المخلوقات الكثيرة والعظيمة في هذا الكون القرآن حدثنا عنها بالإجمال والروايات حدثتنا عنها ببعض التفصيل ولذا فإننا لا نملك كل المعطيات عندنا إجمال قرآني وعندنا تفصيل إلى حد ما في أحاديث العترة وهذا ما سأتناوله في حلقة اليوم وما يأتي بعدها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى كي نعرف ونتلمس عظمة المشروع المهدوي كي تبتعد عن تقزيمه عن هذا التقزيم الخائب التقزيم الفاشل الذي تصدره لنا حوزة الخيبة والفشل حوزة السفاهة والسفهاء إنها حوزة النجر حوزة الطوسي منذ أن أسسها سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا حوزة لأن الآية تحدثت عن الإنسان المكرم والذي تستعمل له من لأنه عاقل فكرمت الحيوانات لكرامة الإنسان وألف عين لأجل عين تكرم كما تعرفون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع والإمام الصادق يكمل في حديثه ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك إذا كان الكلام عن دواب الأرض وغير الأرض في الكواكب الأخرى في المجرات الأخرى فإن الكلام سيكون مختلفا فإن الآية ستتحدث عن أصناف عاقلة من الدواب فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع الإنسان الإنسان يمشي على رجلين وهناك ربما من دواب الكواكب الأخرى من الدواب العاقلة هناك أيضا هناك فيها من يمشي على رجلين فإن الآية ستكون ناظرة إلى كل أصناف الدواب في الأرض التي نحن عليها وفي سائر الكواكب الأخرى وفي سائر المجرات الأخرى التي عليها خلق خلقه الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذا ما جاء في سورة النور إذا ما ذهبت بكم إلى سورة النحل وإلى الآية الثامنة بعد البسملة والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة جاء جاء هذا في سياق آيات تبدأ من الآية السادسة بعد البسملة من سورة النحل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أن الأنعام هي هذه التي يتنعم الإنسان بفوائدها ومنافعها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين بعد كل هذه العناوين ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ما لا نعلم في عالمنا الأرض هناك الكثير مما خلقه الله ونحن لا نعلم به ولا نعلم عنه شيئا وإلى يومنا هذا هناك حيوانات في الغابات وفي البرار وفي الجبال الإنسان لا يعرف عنها شيئا في كل سنة يكتشفون حيوانا بل أكثر من ذلك في الغابات في البرار في الجبال أما في البحار فتلك العجائب والغرائب ويخلق ما لا تعلمون الكائنات المجهرية التي لا نعلم الكثير عنها وحينما أقول التي لا نعلم الكثير عنها لا أتحدث عن غير المتخصصين أتحدث عن علماء المجهريات لكن السياقة الأدبية يشعر من أن الآية تتحدث عن مخلوقات كبيرة مثلما تحدثت عن الأنعام وعن الخيل والبغال والحمير فإنها تتحدث عن مخلوقات كبيرة مرئية نحن لا نعلمها لأنها لكست على الأرض ولا نعلم أين هي وفي أي كوكب لا زال الإنسان يجد نفسه وحيدا في هذا الكون بحسب ما عنده من علم والعلماء يواصلون البحث عن مكان يمكن أن تنشأ فيه حياة في كوكب آخر لكنهم إلى الآن لم يصلوا إلى شيء القرآن يخبرنا عن مخلوقات عظيمة عظيمة في العدد عظيمة في القدرات والمواصفات تنتشر في هذا الكون العظيم الواسع الفسيح الذي لا نعلم عنه كثيرا حين أقول لا نعلم عنه كثيرا لا أتحدث عن نفسي إنما أتحدث عن أهل الاختصاص عن المختصين في في زياء الكون في هندسة الفضاء في علوم الفضاء المتنوعة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون هذا العنوان يتناسق مع الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة النور إنها الخامسة والأربعون بعد البسملة والله خلق كل دابة مما فمنهم تعبير عن عاقل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع لا أريد أن أحمل الآية على دواب بغير الأرض لكن الاحتمال قائم خصوصا إذا أردنا أن نجمع بين تلك الآية وهذه الآية أتحدث عن الآية الثامنة بعد البسملة من سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبها وزين ويخلق ما لا تعلمون أشرت قبل قليل إلى أن الطيور لها خصوصية خصوصية في خلقها وجمالها وطيرانها في الهواء خصوصية في ذكائها ونباهتها وفي معرفتها لأسرار التربة وأسرار المياه والبعار ولا أريد أن أتوغل في هذه الموضوعات إنما أشير إلى خصوصيتها القرآنية لأن القرآن حين تحدث عنها تحدث بخصوصية معينة جعلها مميزة عن سائر الحيوانات الأخرى على سبيل المثال في سورة النور في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من إشارة للعاقل من في السماوات والأرض قطعا يراد من ذلك الملائكة المقربون وغير المقربين قطعا يراد من ذلك بن آدم من الأنبياء المرسلين وغير المرسلين من الأولياء والصالحين ومن أشيائهم المؤمنين وكذلك من صالح الجن ومن شيعة الجن من شيعة علي وآل علي من الجن ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير جاءت معطوفة هنا من دون الحيوانات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون فكأن للطير من خصوصية بخصوص صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون قد يتفرع على هذا المعنى ما جاء في أحاديثنا الشريفة من أن الأئمة كانوا يوجهون الشيعة في حال عدم معرفتهم بأوقات الصلوات الواجبة يوجهون شيعتهم إلى مراقبة الديكة فإن الديكة تصدح بأصواتها في أوقات الصلوات الواجبة وهذا موضوع مذكور في أبوابه ومظانه لا أريد أن أفصل القول فيه لكنها إشارة ترتبط بهذا المضمون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الملائكة يتصورون بصور الآدميين وبصور الطيور وهذا يشير إلى خصوصية في الطيور أنا لست بصدد الحديث عن خصائص الطيور الروايات تحدثنا من أن أول مبايع يبايع الحجة بن الحسن بين الركن والمقام جبرئيل فإنه يأتي بصورة طائر يستقر هذا الطائر في المسجد الحرام وهو أول مبايع يبايع الحجة بن الحسن يأتي في صورة طائر هكذا أخبرتنا الروايات والأحاديث الشريفة لا أريد أن أتوغل كثيرا في هذا المطلب لكن الآية فيها إشارات ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إلى آخر الآية الكريمة من سورة النور سأذهب بكم إلى سورة النمل وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الحيوانات كانت في خدمة سليمان أيضا ولكن لماذا خصص الطير بالذكر لما قلت لكم من خصوصية من خصوصية فيه من ذكائه ومن علو شأنه فيما بين الحيوانات ولذا فإن القرآن حين تحدث عن جنود سليمان حدثنا عن الجن والإنس والطير هو حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحدثتنا سورة النمل عن طائر ذكي جدا إنه الهدهد في الآية العشرين في الآية العشرين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النمل وتفقد الطير من سليمان كيف تفقد الطير لأن سليمان حينما كان يطير ببساطه الطائر وهو جالس على عرشه كانت الطير تصطف مع بعضها وكل طائر له مكانه الخاص كي تظلل على سليمان وجنوده الذين معه قد ركبوا على البساط الطائر الهدهد كان مكانه فارغا فكان ضوء الشمس يتسرب من فتحة مكانه فنظر سليمان إلى مكان الهدهد في هذا السقف المصنوع من الطيور وأجنحتها مثل ما قلت لكم قبل قليل كل طائر له مكانه الثابت نظام دقيق فوجد مكانه فارغا فلذا قال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير سليمان فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى آخر ما جاء في قصة الهدهد وتفاصيل قصة الهدهد إنما جئت به مثالا سأعود إليه سأعود إليه في حلقة يوم غاد واضح من أن الطيور لها خصوصية قرآنية وتلك الخصوصية مردها إلى طبيعة خلقتها نذهب إلى فاصل